اشتركوا في القناة بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال البدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم يكاد في آية منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم جهز نفسك لرحلة ماتعة في رحاب القرآن الكريم ننطلق مع أول درس في التربية الإسلامية من خلال ميدان الحديث النبوي الشريف وعنوان ما سنتعلمه معا منزلة أو مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية في حياة المسلمين ونخصص هذه الحصة لبيان مكانة القرآن الكريم ومن الليل فتعجد فينا فلك لك عسى أن يبعفك ربك مقاما محمودا في ليلة من ليالي رمضان وبين آذان العشاء وإقامتها رفع الإمام مكبر الصوت وأعلم الحاضرين أن وقت التكريم قد حل جال في ذهنك توقعات كثيرة حول من سيكرم ورحت تنظر حولك تبحث عن شخص بثياب التكريم فإذا جمع من الأطفال حاضرون وقد عم الصمت المكان المهيب إلى أن تقدم الصبيان الواحد تل والآخر نحو منبر الإمام وانصرفوا حاملين الهدايا تتبعهم نظرات المعجبين فعزمت أن تسأل أباك عما فعلوه لاكتسابهم هذه المكانة المشرفة نعم للقرآن مكانة في نفوس المسلمين لنحاول إثبات ذلك افتح كتابك على الصفحة الثانية والثلاثين وقرأ معي السند حتى نطلع على معانيه العظيمة عن الإمام مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه رواه مالك في الموط جميعنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لأمته وهو بالتالي لا يأمرنا إلا بالخير من خلال الحديث أين ظهر لك أن النبي يخشى على أمته الهلاك هذا واضح خشي النبي على أمته الضلال والمقصود بالضلال أي الزيغ والذي تكون نتيجته الهلاك فالعبد معرض في أي لحظة أن يحيد عن طريق الصواب ركز معي الآن من صفات النبي صفة الهادي كما تعلم هل ترك النبي الناس يظلون بعده أي بعد وفاته أم أبقى لهم ما يحميهم من الغواية ابحث عن ذلك في السند جيد ترك لهم أمرين إذا اتباعوهما سلموا ونجوا ما هما أرشدهم إذن إلى مصدرين هما كتاب الله أولا أي القرآن الكريم وهو خير الكتب على الإطلاق سنة النبي الأمين أي كل ما وصلنا صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلنا في هذا الحديث كيف وصلنا كلامه نعم عن طريق من يسمى بالراوي وهو الإمام مالك هل تعرف هذه الشخصية المسلمة حسنا هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الحميري نسبة إلى قبيلة في اليمن والأصبحي استعن بكتابك لتعرف تاريخ مولده ووفاته إذن ولد عام 93 للهجرة وتوفي سنة 79 و100 لها كذلك بحكم أنه نقل لنا الأحاديث هل له كتاب مشهور نعم له كتاب سماه الموطأ أي الميسر وقد جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها واتبع الناس الأحكام التي بسطها إلى أن صار له مذهب هو المالكية المعروفة ذكرني الآن ما هو أول مصدر وجه النبي الناس إليه حماية لهم من الضلال إذن إذن نواصل الآن مع القرآن الكريم فتعالى نحدد مفهوم هذه الكلمة انظر إلى لفظة القرآن هل هي اسم أو فعل مؤكد أنها اسم وهي مصدر الفعل قرأ ما المقصود بقرأ في اللغة جميل أي تلا فالعبد يقرأ هذا القرآن أو هذا الكتاب ويتلوه هل لها معنى آخر نعم وهو الجمع فالمصحف جمع الآيات والأحكام إذن القرآن في اللغة التلاوة والجمع من تكلم بالقرآن وأوحاه إلى رسوله أحسنت الله تعالى إذن هو كلامه ركز مع الآية قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه أيستطيع الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن كلا لا يستطيعون ولو اتحد الإنس والجن فهو إذن معجز قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يختار الله من عباده مرسلين وهم أكمل الخلق لتبليغ رسالته سبحانه عز وجل فعلى من أنزل هذا القرآن واضح أنزل على الرسول الخاتم محمد عليه صلوات ربنا وسلامه عليه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ ركز الآن بأي لغة نزل القرآن الكريم جميل نزل القرآن بلسان عربي وكانت العربية أفضل ويعاء يحمل معانيه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون والآن من يرضى عنه الله في نظرك قارئ القرآن أم من هجره وترك قراءته لا شك القرآن كتاب الله الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار ليرضى عنا ربنا فهو إذن متعبد بتلاوته إلى أي شيء يدفعك هذا؟ نعم من هنا أستفيد أنه علي أن أقرأ كتاب الله حتى لا أعد من الغافلين أنزل جبريل عليه السلام القرآن على نبينا محمد هل علم الرسول الصحابة هذه الآيات؟ أكيد العلم وما يجحد بآياتنا لا إلا الظالمون الآن وبعد أن تواتر الناس القرآن هل كتبوه أم بقوا يقرؤونه من حفظهم فقط؟ بل جمعوه في مصحف أول صوره الفاتحة وآخرها الناس قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن علينا جمعه وقرآنه إذا علمنا من قبل أن هذا القرآن يمثل بالنسبة للناس سراجا يهديهم إلى الحق ودرعا يحميهم من الضلال فإن له مميزات خاصة شاركني بإجابة عن بعض الأسئلة لنصل إلى خصائصه وسماته بني المتعلم هل توافق من يقول هذا القرآن لا يصلح لإدارة المجتمع الآن أو لا يمكن تطبيق أحكامه في الفترة الحالية؟ ما ردك على هؤلاء؟ أكيد المجتمعات لا يصلح حالها إلا باتباع أحكامه فهو إذن يصلح الزمان والمكان وهذه أولى خصائصه والآن كيف تعتبر أنت القرآن في حياتك؟ أستفيد أنه يمثل بالنسبة لي منهاجا في الحياة في بعض الأحيان قد تجد فئة من الناس تكتفي بتطبيق أحكام القرآن فقط خارج البيت ولا يطبقها الواحد من الناس داخله داخله فهو في الخارج محسن وإذا عاد إلى البيت بخيل كيف تعتبر هذا التصرف؟ نعم تصرف سلبي وصاحبه مقصر لأن القرآن فيه كثير من الأحكام والأفضل تطبيقها دون إقصاء أو استثناء فهو شامل لكل مناحي الحياة وهذه نعم الخصيصة الثانية ما الذي تحققه كفائدة هنا؟ جيد القرآن لب كله لا قشور فيه وأحرص على تطبيق ما استطعت من أحكامه انتبه معي الآن إلى أي شيء يتعرض ديننا حاليا؟ نعم للإساءة ما هو هدف الكفار من هذه الإساءة؟ جيد يريدون تحريف تعاليم الدين هل نجح هؤلاء في محاولاتهم العديدة؟ لا وأبدا لما في نظرك؟ نعم لأن الله حمى هذا الدين من كيد المفسدين وهو باق إلى قيام الساعة لاحظ معي الفيديو قبل أن ننتقل إلى الميزة الرابعة من مميزات القرآن الكريم ما دورك أنت في ظل هذه الإساءات المتكررة؟ إذن أرد على الإساءة بتعظيم القرآن وتلاوته لا شك أنك تعرف شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكم لبث يدعو قومه؟ جيد أزيد من 23 سنة في هذه الفترة كيف كان نزول قرآن الكريم؟ نعم ينزل من فترة لأخرى ولم ينزل في زمن واحد يسمى هذا النزول الملجم أي المتقطع وهذه ميزة رابعة وقف الفيديو الآن وحاول استنتاج القيم التي استفد نقوم الآن بتحديد القيم المستنتجة أول قيمة أجعل القرآن منهاجا لي في الحياة أطبق تعاليمه وأتجنب زواجره القيمة الثانية أؤمن بالقرآن كله ولا أميز في تطبيق أحكامه بين آية وأخرى وهذه مستفادة مما درسته في الميزة الثانية من مميزات القرآن الكريم الميزة التي تلي أرد على الإساءة للإسلام بتعظيم القرآن وتلاوته وأحمد الله في النهاية على رحمته لنا لأنه يسر علينا القرآن فهما وتلاوة بعد انتشار وباء كورونا إلى من توجه المسلمون لرفع البلاء نعم لجأوا إلى الله ورفعوا أيديهم يدعونه وحملوا كتابه يتلونه هل يترتب على قراءة القرآن أجر وثواب؟ هذا مرجو تعال معي نتعرف في هذه المحطة على فضل قراءة القرآن الكريم في نهاية كل يوم اعتاد أبوك حمل المصحف وقراءة حزب من كتاب الله ولما سألته لما تفعل ذلك قال حتى أبيت مطمئن البال هل تعرف آية أشارت إلى هذا المعنى؟ نعم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ركز مع هذه الصورة مما يعاني هذا الرجل حسب اعتقادك؟ إذن هو رجل تائه ظل طريق الهداية وهنا يظهر أحد فضائل القرآن الكريم أو آثاره أنك إذا أحسست بعدم الراحة أو القلق توجهت لقراءة كتاب الله وستجد بإذن الله إطمئنانا وسعادا ركز مع الحديث التالي بمن شبها قارئ القرآن هنا؟ أقصد المؤمن نعم شبها بالأترجة وهي من أطيب الفواكه طعما ورائحا هل لبقية الأصناف المذكورة في الحديث نفس مكانته طبعا لا فهو أفضلهم عند الله إذن في قراءة القرآن رفعة ومنزلة عظيمة في الدنيا والآخرة وأنا أخصص وقتا في اليوم لقراءة آيات منه حتى لا أكتب من الغافلين نرجع إلى كتابك وقرأ الحديث التالي هل هناك ثواب جديد مذكور؟ نعم جعل الله لقارئ القرآن حسنات مقابل ما يقرأ وله بكل حرف يقرأه حسنة تضاعف كيف تتصرف أنت الآن؟ نعم أنا لا أغفل عن حمل المصحف طمعا في هذا الثواب العظيم إذن هذه بعض فضائل قراءة القرآن الكريم بعدما عرفت الآن ما أعده الله لقارئ كتابه أسرعت لتحمل المصحف فإذا بوالدك يمنعك وهو يقول لا يعقل أن تتعامل مع القرآن كما تتعامل مع بقية الكتب اطلع معي على آداب التعامل مع القرآن واستند في إجاباتك على الصفحة 35 ما أول ما عليك فعله قبل حمل المصحف؟ جيد المصحف كلام الله وعلى المسلم قبل حمله أن يكون طاهرا ما الدليل على ذلك؟ نعم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ومن هنا أنا أتوضأ قبل حملي للقرآن ما الخطوة الموالية؟ أكيد الاستعاذة من الشيطان وطلب العون من الرحمن فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا عند بدء الصورة من أولها ماذا لو بدأت الصورة بإحدى آيتها مباشرة؟ نعم هنا علي أن أكتفي بالاستعاذة فقط فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنبهك هنا ركز ذكرنا من قبل أنه قبل بدء الصورة يلزم على القارئ الاستعاذة والبسملة معا لكن هل تعرف صورة لم تبدأ بالبسملة؟ نعم وهي الوحيدة صورة التوبة استمعت يوما إلى قارئين تحب صوته يقرأ القرآن كيف نسمي هذا الفعل؟ يسمى ترتيلا أي القراءة بتمهل مع مراعاة أحكام التلاوة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وأفعل ذلك حتى يسمع الناس قراءتي فيفهموا معانيها ولأفرق بين قراءة المصحف وكتاب آخر أتلوه على مكث وأحسن صوتي قدر الاستطاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وكان صوته حسنا بالقرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لكن هل يكتفي الإنسان بالقراءة وعقله منشغل بأمور الدنيا؟ لا بل عليه أن يقرأ بتدبر لمعاني الآيات ويحاول فهمها للعمل بها والانتفاع منها فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها؟ في نهاية درسنا اليوم أوجهك بني بنيتي إلى كتابة فقرة تبين فيها دور القرآن الكريم في تغيير سلوكك وختاما إليك بعض النصائح ذكر بها عمار بيوت الله من أقربائك في النهاية أرجو أن يكون الجميع قد حقق الاستفادة من وراء هذا الدرس والله من وراء القسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة الضغط على الجرس الإعجاب بالفيديو شكرا